السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي بعد النهاردة مع درس جديد اللي هو لسون 3 and 4 في يونت 7 نبدأ مع بعض ان شاء الله بعد المقدمة متى اللي بقى كده فهمنا الطريقة احنا بناخد الاوديو سكريبت وبناخد النص بتاع الليسون بيبقى مثلا لسون 1 و لسون 2 مع بعض واني لسون 3 و لسون 4 مع بعض وكل واحد بنشوف الكلمات بتاعته وبنبتد نحل عليها الجرامر طبعا ده بيبقى الوحد ويتفضل فصل القصة اللي احنا بناخده ان شاء الله بعد ما نخلص اليونت ده بيرو كان ايه لما اولا تفكر في العمل في الخارج يبدو الأمر انه هي شيء مثير believe that the best thing فكر او صدق ان احسن حاجة about working abroad بالنسبة للعمل في الخارج is probably ربما that you can be independent ان انت ممكن تبقى انخدناها المعرفات مستقل طبعا نحن هنا فينانشلي فينانشلي ماديا imagine تخيل يعني بيقولك انا believe اعتقد زي think كده وانا imagine تخيل وراها ing القادة العامة احفظ قادة العامة فعلين ورا بعض فعل وفعل التاني منهم ing تاني فعل زي ده imagine وعدين trying زي مثلا would like وعدين having او مثلا believe thinking المهمة ايه فيه فعلين ورا بعض مختلفين عن بعض التاني منهم ing ده قادة عامة تاني تخيل trying new food يعني انت ما تسافر بقى بره شو بيقولك انا المزايا تخيل انت بتجرب هنا trying ما انا بتجرب new food everyday طعم جديد كل يوم perhaps you feel متلي feel مش feel perhaps ربما تشعر that you're independent at home انت مستقل في البيت في بيتكو يعني but او في الوطن but forget that you will probably be a long way from home بس فكر في يعني consider هنا ما انا consider يعني فكر في الموضوع اللي كويس اوي انت اعتبق ايه a long way بعيد اوي مسافة بعيدة عن ايه عن هوم وطنك and miss your family يعني بيجيب لك المزايا وبيجيب لك الايه يعني هنا مثلا اقولك imagine انت بتجرب طعام طبعما انت بتكلم ناس جديدة كل يوم بتشوف حاجة جديدة بتقول لغة جديدة بتسمع ثقافات مختلفة يعني من ضمن المزايا الحاجة البس اللي هي بتبقى يعني اللعيب فيها انت بتبقى a long way from home يعني بعيد جدا عن الوطن و miss your family طبعا بتفقد اصري طبعا and let's not wish ما نتمناش ان you may not like the country ان انت مثلا ممكن ضمن العيوب يعني انت ممكن ما تحبش الدولة دي اللي انت حتروحها او ال city اللي انت you move to اللي انت حتنتقل اليها if it's different from your home ممكن تكون مختلفة عن بلدك او وطنك you might feel هنا feel خد بالك انه مش feel طبعا في المعنى يسكت لا هنا feel يشعر you might feel you could just go back home انت ممكن تشعر ان انت ممكن ترجع وطنك and spend time with your old friends تقضي وقتا انت مرت بالاحساس ده لما سافرت طبعا يعني لا الجربة مش حاجة سهلة ان انت طعم بعيد خالص عن وطنك يعني ان انا مثلا اول ما بستافر بتحس انت مثلا كمان شوية رجع تاني لا ده انت ماشي خالص انت بعيد عن الوطن فبتبعد طبعا ايه يعني برضو بتفتقد الاسوات وبتفتقد يعني ان حتى المنطقة اللي كنت فيها كتهادية جدا اللي سمع فيها ما بسمعش حتى كلاب حتى بتقوها ولا قطب بتناونا يعني الصلوات فقط يعني فالغربة مش سهلة طبعا طيب هنا بيركي ايه دايري دايري اللي هو ايه مذكرات ماشي او نقولها عليها يوميات يعني فيه مثلا ناس كده ايه بتحب دايما تسجل لنا يوم كذا الساعة كذا عملت كذا مش عارف بكرة عندي مناسبة ايه مش عارف ايه دي اسمها ايه الدايري جاي من دي طبعا طيب مثلا واحد بيقول ايه يوم الاثنين ايه معناه هابي انا سعيد جدا والدي اشتروا تذاكر الى جريس جريس اللي هي اليونان and tomorrow I'm visiting جودي in Athens بكرة حظور جودي في اثنز ليه اثينا عاصمة اليونان خبت بالك من حاجة طبعا مفروض انت ذكرت اللي هو المستقبل من ضمن الحاجات اللي اقول ايه I'm visiting بكرة بقول I'm visiting مضارع مستمر وبكرة ازاي ايه خدت الكلام ده لما يكون مرتب لرحلة ولا حاجة باستخدم مضارع مستمر لدلالة على المستقبل لو مش فاهم ارجع للدرس بتاع المستقبل او المضارع المستمر المهم I'm going with Adam انا حروح مع Adam He's very independent بكررها وكذا مرة Adam ده مستقل and knows what to do in new places هو عارف ماذا يفعل فيه in new places الاماكن الجديد خد بقى من حتة independent برضو عشان تفهمها التفكير الاوروبي بيتكلم ازاي اما قولك بسلا انت انسان مستقل ولا مش مستقل بتفهم منها ايه ان انت اشغال ان انت عندك يعني بتشتغل ومعاك فلوس ان انت ناضج كبير بتسفرته وعشرت الناس وتعاملت مع يعني مختلف البشر وكذا فهبتدي معاني كتير جدا ان انت اضلت اضلت يعني راشد او راجل يعني يعني ايه كبير يعني خلاص فهو عارف اماكن كتير I always enjoy traveling انا دايما بستمت بسفر مع my older brother اخويا الكبير Tuesday يبقى يوم الثلاث we struggled طبعا ويبقى هنا مقصوب بيه انا و ايه و Adam to leave صارعنا قومنا عشان leave the house نغادر البيت this morning هذا الصباح ايه بقى اللي حصل يعني Adam's always forgetting things دايما ادم بينسى اشياء and nearly left his passport behind خد بالك من left حاجة behind كله معنى ايه نسي تركه وراءه يعني ايه ساب الباسبورت في البيت دي معناها leave حاجة behind but we arrived at the airport on time ولكن وصلنا برضو المطار في الوقت المناسب I believe the flight was longer than خد بالك مش دايما اقول believe ما انا اعتقد او اصدق او بتاع هي طبعا او معنى هكذا ولكن في حتة ثانية كده ايه بنقول المعنى بتاعها بشكل مختلف اللي هي بمعنى ايه اعتقد بمعنى I think يعني تقول ايه I believe the flight was longer than usual انا اعتقد ان الرحلة رحلة الطيران كانت اطول من المعتاد because there was a storm لان كان في عاصفة but all in all خد بالك يعني ايه برغم كل شي all in all their journey was not too bad الرحلة ما كانتش يعني سيئة جدا now I'm looking out of my window لأتي بابوص من الشباك at the buildings of Athens في على مباني Athens هذه اثينا isn't that amazing ها ليس هذا رائعا I wish I could see Judy today اتمنى ان انا شوف جودي النهاردة but we arrived very late ولكن وصلنا متأخرين جدا we are seeing her tomorrow اهي اللي انا بقولك عليها we are seeing بهنا ايه برضو مدرع مستمر او لكن بيدول عليه tomorrow يبقى مستقبل ليه بقى فيه ترتيبات ودي طوان ايه ترجع للدرس زي نبقى when is day الاربعاء you won't believe what happened to me مش حتصدق ايه اللي حصل لي I've been to I've been to وصلت الى ذهبت الى to the Parthenon Parthenon ده مابنى هناك حيكتب لك عنه الوقت او انا وصلت الى Parthenon I think it is one of the oldest buildings in the world اعتك انه واحد من اقدم المباني في العالم جودي took us there خدتنا جودي هناك this afternoon جودي loves Athens جودي بتحب Athens now الآن and showed us some amazing places فرقتنا على بعض الاماكن المزهلة الرائعة but I'm too tired to write more now لك انا الوقت تعبان عشان اكتب حاجة تانية معناها ايه مش قادر يعني اكتب حاجة تانية خد بقاك من to صفة to تدي معنا ايه خطها قبل كده العكس يعني انا تعبان جدا بحيث مقدرش اكتب فاهم until tomorrow هاني قبلك بكرة او ايه اكلمكوا بكرة reading text طيب 28th of November 2020 I've been in London for six weeks now انا موجودة خد بالك مش I've been to I've been to ذهبت ايه لا I've been in انا موجودة في London for six weeks now الان يبقى لي ايه ستة اسابيع شهر ونص يعني it's been a great experience so far it's been a great experience ها تجربة رائعة حتى الان so far but it hasn't always been easy ولكنها ما كانش فيها يعني حاجات سهلة كتير when I first arrived بيجيلوك بقى الحاجات اللي كانت صعبة شوية لما وصلت او ما وصلت I struggled برضو انا صارعت قاومت قاتلت to understand people عشان افهم الناس but I'm getting better getting better تحسنت at understanding their accents now في فهم اللهجة بتاعتهم الان I enjoy listening هاي هالسألة هالك فعالين واربعض enjoy بوراها ing فعالين واربعض عطول يبقى التاني منهم ايه ing احفظ اللي انا بقوله ده بستمتع بالاستماع الى londoners londoners زي عندنا مثلا في مصر كايرو يتقال عليها كايرينز سكان القاهرة اسمهم ايه كايرينز هتزعر قدامك دولاتي بحب استمع الى londoners اللغة بتاعتهم يعني and trying to have conversations with them بحب اعمل محادثات معاهم كتير انا لا ما بحبش اللندنر صراحة يعني اللغة بتاعتهم تقيلة شوي الامريكانز المثبالي بيبقى اسهل يعني you won't believe مش حتصد what happened to me today اللي حصل للنهاردة i was talking to a woman كنت بكلم امرأة in a shop في محل and she asked me سألتني if i'm from london هل انا من london معناها ايه isn't that amazing ليس هذا رائعا يعني الاكسنت بتاعتي يعني معناها ايه كويسة everyone i've met كل اللي انا قابلتهم has been very kind to me خد باك من حتة everyone مفرد رجام كل واحد قابلتهم خد بالك has been مضارع sorry مفرد has been يبقى ايه ما اقولها everyone كل اللي انا قابلتهم has been very kind to me طيبين جدا عملوني بلطف يعني so i feel really at home here انا اشعر ان انا كما كنت في وطني i feel really at home لما اقولك دمان ايه حد مسلا يعني يجي في البيت كده او انا مسلا خارج اجيب حاجة او رايح المطبخ اعمل حاجة اه feel at home feel at home يعني ايه كأنك في بيتك يعني ما تعملش تكليف يعني the host family قلتها لكم قبل كده في فيديو بتاع شرح الدرس واحد واثنين the host family اللي انا حاوض معها لطاف جدا they really look after me look after خطة معنا يعتني بيه هما بيعتنوا بيه بشكل ايه جدي there's always a hot meal فيه دايما hot meal واجبة ساخنة waiting on the table منتظراني على التربيزة الصفرة when i get home لما ابقى في البيت in the evening في المساء and i'm getting used to english food getting used to خدناها الدرس اللي فات برضو انا عتدت على english food الطعام all in all برضو نفس الكلام اللي هو ايه رغم كل شيء يعني بصفة عامة i'm really glad انا سعيدة فعلا ان i decided to study in london انا قررت ان الادرس في لندن i miss my family طبعا انا بفقد او ايه يعني اسرتي وحشان هي بتتقل كده i miss my family but we keep in touch keep in touch يعني ايه بنظل على تواصل احفاظها دي keep in touch لما مثلا بتسيب حد مثلا بره او ايه يعني انا حقبلك بكرة والحاجة keep in touch يعني ايه خليك على اتصال يعني buy text message text message رسالة text نصية يعني مثلا على الواتس على المسنجر كده يعني i've become more independent انا اصبحت اكثر استقلالا since i've been away من ساعة ما سفرت been away i have to organize a lot of things organize يرتب انظم ها مفروض ان انا انظم حاجة كتير on my own بنفسي مع نفسي كده and make sure واكد اتأكد ان i have enough money معي فلوس كافية انا احصر بقبرة ايه طب الشهر الجاي ايه طب مش عارف ايه فبعمل ميزانياتي ده المعنى for example i'm still learning how to do that انا لسا بتعلم طبعا ازا يعمل كده but i'm enjoying it طبعا انت كواحد مثلا يعني يعني عيش في مصر ولا حاجة بابا اللي بعمل لك ماما بتعمل لك اخوك كبير عمك خالق اللي انت عاد معهم اكيد انت ما بتشغلش بالك بالكلام ده كله لكن لما بتبقى لوحدك طبعا اكيد انت بتخطط لكل شيء ده اللي بتسميه ايه اللي هو independent تمام لكن طبعا انا بستمتع بهذا الكلام until tomorrow برضو نفس الكلام حتى الغد ها هبا تمام ده اللي هو ايه الموضوعات اللي احنا خدناها المرة دي اه طبعا اهم حاجة فيها الكلمات اللي احنا كررناها كتير قوي منفصل لا هناخدها ايه في السياق بتاع اتمنى تكون يعني كلمات سهلة وخفيفة ان شاء الله نتقابل مرة جاية في الحل بتاع هذه الكلمات